بعد أن تمكن مقاتلو المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا من السيطرة على ميناء سيرت أعلنوا وقفا مؤقتا للعمليات الهجومية على المدينة مع الإبقاء على تطويقها من كل الجهات المقاتلون أرادوا بذلك تسهيل نزوح المدنيين ومنح الكتائب الموالية للقذافي فرصة أخيرة للاستسلام آلاف السكان غادروا مدينة سيرت في الأيام الماضية بعد أن استخدمتهم قوات القذافي كدروع بشرية لمنح تقدم قوات المجلس الانتقالي أما على الصعيد السياسي فيواجه المجلس الانتقالي تحديات كبيرة أهمها تحقيق المصالحة الوطنية ووحدة الصف الليبي مختار الأخضر قائد فرقة الزنتان التي شاركت في عملية تحرير ترابلوس يمسك الآن بزمام الأمور في مطار العاصمة نستطيع أن نخرج منها من اليوم لكن سترى ما حدث فيه كل العاطقة الحقيقة رأي نقول لك فيه بعض الناس الثاني تحرك ولكن أكبر تحرك إحنا المجال الثاني ما يش متحرك ما يش حازل المشكلة بين الناس ما نريد الاحتلال لا نجينا الاحتلال نجينا لمناصب نجينا نوحد صفوفنا بحيث أن نضع خطة كيف نضع واحدة وطنية موحدة في الوقت ذاته تتواصل المشاورات داخل المجلس الوطني الانتقالي لتشكيل حكومة مؤقتة قد تتمكن من تجاوز الانقسامات والخلافات التي بدأت تطفو على السطح